وفق مجلس النواب الأمريكي الجمعة على السماح بإنشاء أنبوب النفط كيستون إكسل المثير للجدل بين كندا والولايات المتحدة أنبوب كيستون إكسل هو مشروع لشركة كندية تبلغ كلفته ثمانية مليارات دولار ينقل فيه النفط الخام على طولين يمتد لمسافة 1900 كم إلى خليج المكسيك ويصل بين ولاية ألبيرتا الكندية ويمر بست ولايات أمريكية ليصل إلى مصف النفط في تيكسس جنوب الولايات المتحدة المشروع يثير الجدل منذ خمس سنوات على الأقل الرئيس الأمريكي قال إن المشروع يجب أن يعرض على المحاكم وأن تتم عملية المراجعة بوزارة الخارجية للبت فيه الهند الحمر وهم السكان الأصليون تظاهروا ضد مشروع شق خط الأنابيب لتدميره البيئة بينما يرى فيه رجال الأعمال تعزيزا لفرص العمل وإنتاج الطاقة